بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في المحاضرة التالتة او الجزء التالت من محاضرة الاسكوب مانجمنت كنا تكلمنا في المحاضرتين الاولى والتانية عن اربعة بروسس خاصين بعمليات البلانينج وفضل لنا اتنين بروسس اللي هما فاليديت سكوب وكنترول سكوب وقلنا الاتنين دول من عمليات المونيتور اند كنترول وقلنا الشابتر بتاع الاسكوب مفوش حاجة تبع الانشيشن او الاكسكيوشن او الكلوزينج جميع العمليات بتاعته في البلانينج والمونيتور وكنترول طيب اول بروسس معنا اسمها فاليديت سكوب فاليديت سكوب مقصود بيها اننا اتأكد من احد المخرجات بتاعت المشروع ديليفرابول مثلا عبارة عن صالة مثلا بتاعت مطعم صالة ترفيهية فيلا احد المباني خلصت ورايح اتأكد منها طيب مين اللي جاي يتأكد وجاي يبصة من عليها او يعينها او يشوفها الكاستمر او احد المندبين بتوعه احد المندبين بتوع المالك او العميل فجاي يبص ويتأكد هل دي خلاص كده مناسبة بالنسبة لنا ولا فيه مسلا معايير تانية كان المفروض ان احنا نراعيها الموضوع ده مختلف عن عمليات الكنترول اللي بتتم على مدار المشروع طيب من ضمن الانبوتس اللي عندنا البروجيكت مانجمينت بلان ركوارمينس دوكمنتيشن ركوارمينس تريسابيليتي ميتريكس التلاتة دول خدناهم قبل كده المخرجات اللي تم التحقق منها اللي ده هيجي معنا بالتفصيل في الشابتر بتاع الكواليتي بس هو عبارة عن المخرجات بتاعة المشروع اللي حصل عليها ويتم التحقق منها وورك بيرفورمانس ديتا بيانات الاداء بتاعة الشغل نفسه زي مثلا الشغل ده تنفز امتى تواريخه ايه المعدل المانباور اللي استخدمت كام التولز والتكنيكس اللي انا بستخدمهم في البروسيس دي الانسبكشن معناها الفحص او التفتيش جروب ديسيشن ميكينج تكنيكس اخدناها قبل كده الاوتبوت اللي طالع عندي اكسبتد ديليفرابول المخرج بيتوافق عليه موافقة رسمية فورمال اكسبتنس جميع عمليات المونيتر وكنترول بتطلع تشينج ريكويست قد يكون من ضمن الاوت بتاعها اوتبوت بتاعها التشينج ريكويست باعتبار انه هو انا مسلا رايح استلم المنتج عجبني خلاص اوكي مفيش تشينج ما عجبنيش هبدأ اقول لي اعملولي تغيير في حاجة معينة وورك بيرفورمانس انفورميشن انفورميشن اللي هي المعلومات الفرق بين الديتا والانفورميشن الديتا بتبقى بيانات متجمعة في شكل مش مفهوم مجرد بس تجميع بيانات لما باجي نظمها بحيث ان انا اقدر افهمها بتبقى انفورميشن الليفل التالت اللي هو الريبورت لو انا جمعت شوية انفورميشن مع بعض بيبقى ريبورت او تقرير طبعا نتعرف على كل ده في الشابتر بتاع الكوميونيكيشن الوصائق المشروعة. طبعا يعني مش عايزين نقلة ان في بعض البروسيس مثلا زكرت قبل كده او هتذكر بعد كده ده مش هيأثر اطلاقا يعني هي عملية اقدارة المشروعات كلها ده كلف بعضها يعني اكيد وانا بشتغل تايم بيبقى فيه كوست وفي نفس الوقت فيه كوالتي وشيء طبيعي ان بقى فيه ريسك كله مع بعضه بس فهمنا للموضوع ملوش علاقة يعني مش هيأثر على موضوع مذاكرتنا على الاطلاق طيب هنا سريعا كده في موضوع الوضوع عايز يقول ايه الفرق بين ان انا بعمل او كوالتي كنترول الوضوع بيكون من قبل واحد مختص يعني لو بعمل كوالتي كنترول لسقف خرصانة مش هيجي الكاستمر ويستلم ويعمل ويعمل مش هيجي يقول اه فعلا وروني النطاق تم ولا لا يلا نستلم النطاق لا بتاع الكوالتي كنترول هو اللي هيجي وهيجي يختبر عشان يشوف احنا محققين المواصفات بتاعة الجودة ولا لا هيجي مثلا وياخد مكعبات او سلندرز من الخرصانة ويختبرها ويشوف الاجهات بتاعها او مثلا لو بيعمل دهنات في مصنع هيقيس بتاع الدهنات او هيعمل احد التستس مثلا المطلوبة فبالتالي الراجل بتاع الكوالتي كنترول هو اللي بيعمل كنترول للكوالتي اما بتتم من قبل الكاستمر بييجي عشان يتحقق ان احد المخرجات مثلا بتاعة المشروع تمت بشكل مناسب ولا يعني مثلا بنعمل اه في فندق وفي صالة ترفيهية وجينا نبص على الصالة ديت وبنشوف بقى ابعادها كويسة لون التشتيب كويس ولا لا الدهنات يعني الديكورات اللي فيها مزبوطة ولا اللي عايزين نزود حاجة اه معلش كنا عايزين حابين نحط فيها كمان اه بروجيكتور عشان لو هنعرض مثلا حاجة وهكزا يعني بتبقى ايه المتطلبات بتاعة العميل التشارت اللي قدامنا بيقول ان انا عندي مخرجات طلعة من المشروع عملت عليها كنترول كوالتي فبقت في حاجة اسمها مخرجات تم التحقق منها لكن لسه حتى الان مش مقبولة هي مقبولة من ناحية الجودة من ناحية الكوالتي اه مظبوطة اتس او لكن راح الكاستمر وعمل فاليديت للسكوب هيطلع بقى ساعتها اكسبت ديليفربل اه انا موافق عليه او لا انا مش موافق عليه لو سمحته غيرته لو سمحته ممكن نعمل اي تشينج فبالتالي مش شرط ان الحاجة المقبولة كوالتي توافق عليها والعكس برضو ممكن حاجة تبقى مرفوضة الكوالتي بتاعتها لكن الكاستمر بالنسبة له هي مقبولة من ناحية الغرض اللي منشأة من خلاله الابعاد بتاعتها كدايمينشن ارتفاع الساق الفاسيليتز اللي موجودة المرافق الخدمات الكلام ده كله يكون هو موافق عليه لكن الرجل بتاع الكوالتي كنترول مش موافق فطبعا لا شك ان دي بتيجي بعد دي اي نعمل البيم بوك كان ذكر ان هي بتتم بعد الكوالتي كنترول لكن ام جاية حطت شرط في الاخر وقال وممكن ان هما يكونوا يتموا على التوازي لكن الحالة الطبيعية اننا العميل مش هيروح يستلم حاجة استلم يعني نهائي للمنتج كده غير لما يكون بتاع الكوالتي كنترول شايك وقال له اه مظبوطة بس فده الفرق بين كنترول كوالتي وفاليديد سكوب طبعا الكنترول كوالتي بيتم عبر الاكتيفيتز المختلفة مش في نهاية الفيز او في نهاية المرحلة او في نهاية ما المخرج خلاص لا ممكن يبقى ستيب باي ستيب اثناء ما الديليفرابل نفسه بيتنفز لو سقف خرصانة مش هستنى لغاية ما خلاص خلصت القوعة وتشطبت لا ده اثناء الصب قبل الصب كمان بعمل تشيك مسلا او ميجرمينس او كياسات او كده اما الفاليديد سكوب بيبقى في نهاية المخرج عشان اعمل له اكسبتنس اوافع عليه او لا طيب الطول والتكنيك اللي عندي لوال انسبكشن انسبكشن معنا ان انا افحص اروح اعمل شوية اياسات هقيس مسلا مسافات ابعاد هعمل اختبارات معينة عشان اتأكد ان المنتج ده او الديليفرابل محقق ليه الكريتيريا بتاعتي انسبكشن انكلود اكتيبيتي ستش از ميجرين التاكد ان تستكشن او امن انمل لديك او لديليفرابلات او التفتيش هل بتحقق معينة القبول ولا او لا انسبكشن او احبادت او الانسبكشن او انسبكشن ده من ضمن الاسماء للانسبكشن رفيو مراجعة او تفتيش واند ووكترو او الاجولات بتاع الفحص ووكترو اكسبت دليفرابلز المخراجات اللي عندي من البروسيس دي عبارة عن المخراجات المشروع اللي متوافق عليها ان انا اجي اقول له خلاص الديليفرابل ده او الاوضة دي القاعة دي الجزء ده من البرنامج خلاص ده كده اوكي بالنسبة لي وده فورمال ابروفل اهوش هذا كده ان انا موافق عليها طيب الاوض بده عبارة عن ايه المخراجات اللي محققة المعايير القبول ومعاها بيبقى وثائق الوثائق اللي بتقول ان ده يعني مقبول شهادة مثلا ليه استلام الاعمال بحيث ان هو يقول للمقاول او للشخص اللي ينفذ انا خلاص موافق على المنتجات دي دي عبارة عن البيانات او المعلومات اللي طلعة من ضمن العملية الاستلام دي تضمي للمشاعة عن الرافة، مثل como تم بياناتت قبل μ staال china بالمعلومات اللي تكتبوا كم اليمنى ومην차وا بهذا بيانات ببدأ ان انا اوثق البيانات دي وابعتها في شكل تقارير للستيكولدر ان الكاستمر استلم الحاجة دي بتاريخ كذا ونسب انجازها كذا وهكذا يعني طيب البروس اللي بعد كده كنترول سكوب كنترول سكوب بتختلف عن فاليديد سكوب فان الفاليديد بتتم في اخر مكان بقى موجود او في اخر الفيز او في اخر المشروع لكن السكوب كنترول او بتتم عبر مدار المشروع وبيبقى الهدف منها مش استلام المنتج لا الهدف ان انا براقب السكوب انا بنفذ حاجة زيادة انا بنفذ مزبوط زي اللي في ال WBS انا بنفذ اقل في حاجة وايات مني وهكذا هي بيبقى الهدف منها ان انا براقب السكوب انا بنفذه ولا لا الانبوتس اه project management plan plan, requirements documentation, requirements traceability matrix, work performance data, organizational process assets كلهم اخذناهم tools والتكنيك, variance analysis, output, work performance information, change request وقلنا جميع عمليات control monitor control بتطلع change request project management plan updates تحديث على الخطة احيانا انا بعمل control احطر ان انا عمل change تابل change ده يستلزم ان انا اغير في الخطة بتاعتي لان بقى عندي جزء جديد في السكوب اللي هو حصل له change project documents updates organizational process assets updates. طيب سريعا ندخل في الموضوع control scope ان انا عايز اقارن اللي بيحصل دلوقتي على ارض الواقع باللي اتفقت عليه في الاول كبازلين للسكوب اللي كان موجود في الو بي اس والسكوب statement. ببدأ اشوف هل انا فعلا بنفز الموضوع بالزبط? هل انا زودت حاجة? هل قللت حاجة? بحاول ان انا احافظ على الاسكوب ان هو يبقى موجود. لو حصل ان فيه تغييرات جديدة تلعت وتوافق عليها ببدأ ان انا اضمها للسكوب وتأكد من ان هي فعلا بتتنفز ولا لا. monitoring the status of project scope and product scope. maintain scope baseline throughout the project. بحافظ على الاسكوب baseline ان هو يتنفز. مفيش حاجة بتقل او بتزيد. managing changes to the scope baseline. لو في حصل التغييرات جديدة ازاي هادمها للو بي اس وان انا ابقي عليها وحافظ عليها. ensure all requested changes corrective preventive actions are processed. اتأكد من ان التغييرات اللي توافق عليها دي بيتم فعلا تنفزها ولا لا. uncontrolled expansion to product or project scope without adjustment to time cost and resources is referred to as scope creep. scope creep عبارة عن زحف النطاق من الترمنولوجي الشهيرة في موضوع ال scope. مقصود بي ان انا مثلا كنت بعمل برنامج واسناء عملي البرنامج ده مطلوب مني ان البرنامج يعمل functions معينة واحد اوين تلاتة. وانا كنت بعمل برنامج ده في مكان تاني عند client تاني قبل كده. وقلنا ايه رأيكم نزود الفنكشن مثلا فلانية. فجيت هنا وقلت لهم انا هزود دي. طب هو الكستمر هنا طلبها مني. لا ما اتطلبتش. هل توافق عليها? لا ما توافقتش. بس انا يعني زودتها من عندي كده. لا ده كده scope creep. بعمل مسلا ايه? مشروع عبارة عن فندق. وفي الفندق ده دخلت مسلا في احد اجنحة مسلا وقلت انا محتاجة زود بقى هنا ديكورات بقى عشان ده يعني حاجة بقى للناس المميزة. فزودت مسلا مجموعة ديكورات معينة من عندي. الكلام ده scope creep. هل فعلا ده كان متوافق عليه ولا لا? هل ده معتمد من الاصحاب الصلاحية للاعتماد ولا لا? الكلام ده بيبقى scope creep. variance analysis ده لطول والتكنيك الرئيسي. الهدف منه ان انا اقارن اعمل تحليل للانحراف. ان انا اقارن ال scope الرئيسي ك baseline مع اللي بيتنفذ على ارض الواقع. وايه اللي ملاحظة. project manager should not let others add scope or change scope without following the approved change management. في عندنا طريقة معينة لل change عشان change ده يكون معتمد. هناخدها في ال integration. وبيقول لي ان مدير المشروع مش اي حد ييجي يقول له اعمل كزا. يعمله على طول. لازم الاول يكون متوافق عليه بال process بتاعة الموافقة. بكده نبقى خلصنا ايه الجزء بتاع ال scope. شابتر ال scope. عايزين ان احنا نبدأ نبص في كتاب البين بوك. وياريت ان احنا نكون شغالين يعني فعلا بعد كل فيديو بنبص على كتاب البين بوك. ونبدأ ان احنا نستعد للفيديو بتاع الاسئلة يوم الجمعة بازن الله.